وقد أعرب الشيخ خالد بن أحمد الخليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لعمله على إحلال السلام والاستقرار في ليبيا واعتبر أن إعلان القاهرة يشكل خطوة مهمة تجمع جميع الأطراف الليبية للعمل على بدء حوار جاد تتضافر فيه الجهود الوطنية للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف التدخلات الخارجية وإخراج المرتزقة والإرهابيين ترجمة نانسي قنقر